ندد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بمواصلة إسرائيل انتهاكاتها الإنسانية الصارخة في قطاع غزة وقال منصور في جلسة بمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط إن حكومة الحرب الإسرائيلية تتجاهل القوانين الدولية وما يحدث بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة سيسجل كأكبر إبادة جماعية في التاريخ قلعت إسرائيل كل شجرة في غزة وانتهكت كل قاعدة وضعت وضربت بعرض الحائض كل مبدئ من مبادئ الإنسانية والمبادئ التي سعت الإنسانية إلى إقامتها قتلت من يستحق الحماية المدنيين والأطفال والعملين الإنسانيين والأطباء والصحفيين وقد تجاهلت كل دولة على وجه الأرض وكل هيئة قيمة للدفاع عن أبسط القواعد من أعلى الهيئات السياسية حتى أعلى الهيئات القضائية وبن مجلس الأمن حتى الجمعية العامة حتى المحكمة العدد الدولية إن إسرائيل تفعل ذلك بلا خجل وهي ترتكب هذه الجرائم على الملأ ترجمة نانسي قنقر